واشدد الرئيس السيسي على أن تنمية محافظة مطروح شملت إنشاء مدن جديدة وإقامة القطار السريع وأشار الرئيس السيسي لأن منفذ السلوم ساهم في تنشيط حركة التجارة مع الشقيقة ليبيا مضيفاً أن الدولة تعمل على إقامة منطقة لوجستية على مساحة 300 فدان زي ما قلت لكم كده احنا بنتكلم على مدن جديدة بنتكلم على عشان برضو ناس يقولك عن القطر السريع اللي حيجي لغاية جرجوب أو حيطل حيطلع لغاية السلوم بس عن طريق الحباطة وكلام من هذا القبيل يعني إحنا حنستفيد منه إيه؟ لا طبعاً حتى المنفذ اللي إحنا كنا دخلناه دلوقتي وده بقى لنا يجي 3-4 سنة شغالين فيه عشان يبقى حركة التجارة بيننا وبين أشقائنا في ليبيا وفيه منطقة لوجستية حتتعمل برضو على يعني 250 فدان 300 فدان دكتور مصطفى بجنب المنفذ عشان كل دي فرص عمل بتتوفر لنا عشان تطور وتنمي المنطقة محافظة مطروحة المنطقة الغربي